السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعطيكم العافية طبيبات وأطباء المستقبل جعنا على chapter البيولوجيكال ماركو موليكيولز اليوم بدنا نيجي على البيولوجيكال ماركو موليكيول رقم ثلاثة اللي هو البروتينز البروتينز أنا بعتبرها هي ممكن أسخم إشي نوعا ما من ناحية المعلومات في هذا الشابتر ولكن بإذن الله أحاول في محاضرة واحدة نلم كل المعلومات المهمة اللي الدكتور طالبها مننا في السلايدات نفهمها كويس وبإذن الله راح تسهل علينا بديك تركز معي كتير كويس وتركزي معي كتير منيح عشان إذا بتفهم معي كويس هنا تفهم شو الأساس أنا متأكد وقت ما ترجع تراجع المحاضرة راح تكون بإذن الله الأمور كلياتها 100% أوكي فإذن خلونا نبدأ على بركة الله الآن ندوس إحنا البروتينز دائما لما نيجي نحكي عن البروتينز بديك تتذكر كيف لما يكون في ناس بني آدم غني عايش في قصر هذا القصر شو بيكون فيه دائما بيكون فيه باتلر ايش هو الباتلر؟ لهو رئيس الخدم تمام؟ أكيد تحضرت مسلسلات أو حضرت أنيمي أو شغل إزاي هيك بيكون في عندك رئيس الخدم رئيس الخدم تحتي مجموعة من الخدم هو مسؤول عنهم وهو لو أي إشي في البيت أي مهمة أي وظيفة في البيت يأما هو بيقوم فيها أو يودي واحد من الخدم يقوم فيها هيك البروتينز بالنسبة لخلايا باسم الكائن الحي فهي بتقوم بشتى وتقريبا جميع وظائف هذه الخلية تمام؟ فإذا البروتين هي الأساس للسيل فونكشن أساس وظائف الخلايا المختلفة وهذا سيؤدي لي لأيش وسيؤدي لي أنه في عندي أنا كأنه في عندي وظائف مختلفة وأحتاج الجو الخلية فأنا سيجب أن أكون في عندي تنوع في البروتينز وهذا فعلا الموجود في البروتينز المجموعة من الأجزاء وتنوع مجموعة متنوعة من الأجزاء والمركبات المختلفة والتي ستؤدي لي إلى عمل لوظائف مختلفة قبل أن أبدأ بروتينز يجب أن نتذكر دائما قاعدة عامة يعني هذه خليها معك من هنا ولكل المواد التي تقرأ نحن نتذكر معك في مواد التخصص دائما دائما ذكر هذه القاعدة وخليها حلقة بذانك Structure is the foundation of function البناء هو أساس الوظيفة فبالتالي دائما لا تفهم وظيفة أي مركب خصوصا في الموليكولز تمام؟ بوح برج على تركيبه فبالتالي سأرى تركيبه سأرى تركيبه وبالتالي سأرى أن الوظيفة تأجد من كيف تركيب هذا المركب حسنا؟ طيب أول شيء لاحظ سأقول لك Proteins account for more than 50% of the dry mass of most cells لما أجوا قاسوا كتلة الخلايا الكتلة الصلبة أو نحكي الجافة يعني ليس السوائل وجدوا أن البروتينز لحالة أكثر من 50% من الخلية مكونة من بروتينز كما قلت لك هي تقريبا تقوم بكل وظائف الخلية حسنا؟ بعض البروتينز سأرى تركيبه كيميكال رأيكشن أين مرت معنا هذه المعلومة؟ أين مرت معنا في بداية الشابتر؟ قلت لك في بعض أنواع البروتينات كانت وظيفتها تسريع للتفاعلات الكيميائية كيميائية تذكى واجبنا مثال السكر كيف نتحتراق السكر ما هي البروتينات التي تسريع للتفاعلات الكيميائية؟ اللي هي الإنزيم الإنزيمات تمام؟ إذن هنا جاينا نتحدث عن الإنزيمات لأنها هي فانية بالأساس هي إذن القاعدة العامة الإنزيم التي تسريع للتفاعلات الكيميائية هي هي قواعدة عامة لها استثناء حقا أنا أقول لك هل هي وظائف البروتينات الدفاعات الكيميائية؟ لا يوجد لدي مجموعة واسعة من الوظائف وسوف نرى iamoن لديها مثلا في بعض البروتينات تستخدم للدفاع عن الجسم بعد caused by تستخدم للتخزين بعض البروتينات تستخدم للنقل بعد البروتينات تساعد الخلايا تشبع للتواصل وفي ما بينها بعد персонаж تستعمل للحركة وفي بعض البروتينات وظيفتها تتوفر دعامة للخلية تعالوا نشوف أمثلة الآن شوف هذا اللي هنا هذا اللي هنا اعرف افهم المثال افهم المثال تمام يعني تعرف عليه ما تحفظه تبصمه بصر بخاص افهمه تمام واربطه بالوظيفة يعني يمكن في الامتحان يجيب لي مثلا واحد مثال من هنا امثلة يقول لك هاي ايش وظيفتها تمام بس انت افهم معي هنا وانا بتخيل في الامتحان لو فهمت هذا لو ما كنت باصم بتخيل عن طيق انك تستثني الاجوبة راح تقدر تجيب الجواب الصحيح طيب خلونا نبدأ اول وظيفة اول مثال ووظيفة البروتينات اندي انزيماتيك بروتينات وظيفتها تعمل زي انزيمات وظيفتها تسريع التفاعلات الكيميائية فايدا هون راح تعمل سيجعل تفاعلات كيميكال رياكشن ستروح على كل انزيم راح يروح على تفاعل خاص به ويخليه سير بسرعة فمثلا على سبيل المثال عندك الديجستيب انزيم اتلاليز هيدروليسيسيب بواند ام بواليكول عندما يدخل عندي جزيئات الطعام على جسمي تدخل على الجهاز الهضم وتوصل المعدة بعد ان توصل الامعاء في عندي مجموعة من الانزيمات الهضمة الديجستيب انزيم هذه الديجستيب انزيم وظيفتها تجيجع مركبات الطعام وتكسر الروابط اللي بينها فلما تكسر الروابط اللي بينها يكحد فكيف كوزك انها عملت هضم لهذا لمجزيئات الطعام هذه فمثلا عندك مثال هذا انزيم جبني عندنا مركب من الفود موليكيولز تمام وفي بناتهم رابطة فبيجي الانزيم بمسكهم لاحظوا كيف انه فيهم مكان مخصص لهم تمام في الانزيم بيجوا بيصطفوا في الانزيم بيجي الانزيم بيكسر هاي الرابط وبعدين بيحررهم هيك صاعدة عملية هضم فاذا عملية الانزيمات الهاضمة تكسر روابط الكيميائية طيب وظيفة الثانية الانزيمات الهاضمة بروتينات تحمي الجسم اذكر بروتينات تحمي الجسم اللي هي ايش اذن هي تحمي ضد الامراض عندي اللي هم ايش الانتيبوديس الاجسام المضادة الآن كيف نتذكرها انتي كلمة انتي وين مرت علينا قبل هيك او وين نعرفها انتي فيروس اللي هو البرنامج نزله على الجهاز الكمبيوتر حتى نحمي من فالانتيبوديس نبتأ organization كلمة انتي هي اجسام مضادة بتحمي الجسم من المايكروبات تمام فإذا ك Narrative يتذكر الانتيبوديس يحمي لك الجهاز الكمبيوتر والانتيبوديس برضو تحمي لك الجسم من المايكروبات فلن تيجي عندي هون عندي فيروس پتاح الانتيبوديس itious تتجمع بتتحلق حواليه بتحيط فيه زي كأنها بتمسكه في مكانه حتى تيجي خلايا المناعة وتقضي عليه تمام نفس الشي في المسبة للبكتيريا بتتجمع عليه وتتجمع عليه تمام حتى بعدين زي كأنها بتنادي اللي هو جهاز المناعة حتى يقتلها فإذا الانتيبوديز وظيفتها إيش تقتل المايكروبات مثل الفيروسز والبكتيريا طيب هاي الديفنسر عندي ستوريج بروتينات وظيفتها تخزينية تمام زي ما أخذنا في البوليس كرايز كان إحدى وظائفها ستوريج لأيش ستوريج لأيش ستوريج المونوميرس المكونات منها ايش ستطعيب عليها كمانا شوية بس هي اسمها الأمينو أسدز الأحماط الأمينية تمام ونحن نعرف لش سميناها أمينو أسدز اوكي فإذا هاي ستوريج لأيش ستوريج المونوميرس اللي هي الأمينو أسدز مثال على ذلك في عندي بروتين موجود في الحليب اسمه كاسيين هذا بنحفظه للأسف البروتين موجود في الحليب اسمه كاسيين هو يوفر أمينو أسد لأبناء البيبيات ويستديات المختلفة التديات التي تغضع فأبناءها الصغار يحصل على البروتين المهم جدا للبناء الجسم يحصل عليه من خلال هذا البروتين الموجود في الحليب وهو الكاسيين الشعر الثاني أغلب النباتات تخزن البروتين داخل البذور الموجودة فيها لماذا تخزن البروتين داخل البذور؟ لأن هذه البذور تكون كائنة جديدة بدأت تشتير نباتة جديدة لابد أن تكون لها مصدر غذاء برضه موجود في هذه البذور في الكاسيين أخيا البروتين طبعا جماعة الحديد يجب أن نعود إلىها جماعة الحديد يقول لك كل بياض بيت لماذا؟ لأن بياض البيض يتصبح عن البروتين اسمه أوفالبيومن 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 هذا يبقى عن البروتين موجود أصلا في البيض لأن هذا البروتين وظيفته الأساسية كان الجنين المفتوض يتكون من خلال هذا البيض يكون له هذا البروتين محيط فيه لكي يوفي له الغذاء حتى ينمو هذا الجنين لو صعر فيه إخصاب وبعدين يتكون عندي مثلا نصوص فإذاً هذا البروتين موجود في بياض البيض يستعمل كمصدر الأمانو أسد لو تكون عندي جنين في هذه البيضة هذا البروتين بعدين نقل المواد نقل المواد إما أن يكون داخل الدم فمثلا عندك بروتين الهموغلوبين كل ما يتناهر في الهموغلوبين صح؟ وهو البروتين موجود داخل خلايا الدم الحمراء هذا البروتين موجود داخل خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين هذا البروتين يحتوي على الحديد وأوضي جنين موجود داخل خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين والذي أقل الموجود في الحديد لأنه الأكسجين تمسك بالحديد هذا البروتين تكون مكونة من أربع أجزاء تريد أن يحمل لي كل جزء يحمل لي أربع أكسجين تمام؟ هذا يحملني الأكسجين داخل الكائنات الفقاريات هناك بعض البروتينات هذا هو أول نوع الذي ينقل لي أشياء داخل الدم هناك نوع ثاني من النقل أن نقل أشياء من خارج الخلية إلى داخل الخلية نذكر أن الخلية مكونة من غشاء بلازمي مكونة من طبقتين من الفوسفوليبيدز أخذناها المرة الماضية هذه الطبقتين الفوسفوليبيدز برضو يكون في بينها بروتينز هذه بروتينز ستنقل المواد التي لا تقدر على اختراق طبقة الفوسفوليبيدز ستنقل مواد من خارج إلى داخل الخلية أو العكس فإذاً هذه تعتبرت برضو ترانسبورت بروتينز نقلت مادة لكن هنا نقل المواد من خارج الخلية إلى داخلها عبر السلمنبرين والهيموغلوبين نقل الأكسجين خلال الدورة الدموية فإذاً هؤلاء مثالين عندي ترانسبورت موليكيوز هو ليس ذاكر فخلص دعني أن أهم شيء نذكرين الهيموغلوبين طيب هورموني بروتينز في بعض البروتينات تعمل كهورمونز شو هي الهورمونز؟ وضيفة الهورمونز تمظيمه ضائف الجسم نقل الإشارات داخل الجسم عشان ينظم الجسم فإيش أشهر هورمون؟ أكيد كلنا بنعرفه هورمون الإنسولين فبهذا الهورمون لما يزيد مستوى سكر الجلوكوز في الدم هذا هورمون الإنسولين يتم إفرازه بيجي هذا الإنسولين بيمسك الجلوكوز ويقول له يلا جوا الخلايا اطلع من الدم على الخلايا فهو المسؤول عن إدخال الجلوكوز من الدم إلى الخلايا وبالتالي عندما يكون سكر جلوكوز كثير في الدم يتم إفراز الإنسولين والإنسولين يدخل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا وبالتالي يرجع مستوى الجلوكوز للوضع الطبيعي فهو نحن عملنا تنظيم للجسم طيب بعدين عندي ريسبتور بروتينز ريسبتور بروتينز طبعا هون يعني عملية توفيق بين اللي هي وظائف جسم الكائن الحي ريسبتور بروتينز اللي هي المستقبلات وقت عليها مستقبلات أتوقع قبل ما أضع في داخلتها في الأحياء في التوجيهي اللي هي مستقبلات العصبية في مناطق التشابك العصبي مش كان يوصل عندي هون الاسيتايل كولين بعدين بيطلع في منطقة التشابك العصبي بيجي الاسيتايل كولين بيرتبط في مستقبلاته عشان ينقل السيال العصبي أو منحكي له احنا اكشن فوتينشل من هون لهون هيك بتنتقل الإشارات ما بين العصاب في جسمنا اوكي فإذاً هذا اللي بهمني هون إنه أنا في عندي مستقبل لهذا الناقل العصبي هذا المستقبل هو عبارة بروتينز تمام؟ إذن موظفتهم استجابة الخلية للإشارات أو الإشارة الكيميائية اللي هي تأتي على شكل الاسيتايل كولين ستجيب لها الخلية تتعرف عليها فإذن ريسبتور بلت ممبرين نيرف إذن المستقبلات الموجودة في الخلايا العصبية تتعرف على هاي الإشارات اللي أجت من الخلايا الأخرى أوكي؟ طيب بعدين عندي الكنتراكتايل انقباضي وموتر حركي إذن البروتينات الإنقباضية والمحركة وظيفتها الحركة تمام؟ أشهر مثال على ذلك عندي هون أول إشي اللي هي الأكتين والميوسين بعضو إحنا أخذناها في التوجيه باش؟ لذلك أنا خترت أكيد غيرت المناهج فإذن هون هاي خيوط الأكتين والميوسين هون هذول وظيفتهم كانوا إيش؟ كانوا وظيفتهم يعملوا انقباض في العضلة اللي هم العضلة تقصر تمام؟ كانوا الأكتين والميوسين بيدخلوا مع بعض تمام؟ وبالتالي يأدوا إلى انقباض العضلة تمام؟ وبالتالي يعملوا لحركة تمام؟ كانوا أكتين والميوسين بروتينات وظيفتهم انقباض العضلات وفيه اندباط البروتينات المحركة اللي بتكون موجودة فيه إشي اسمه سيليا أند فلاجلة سيليا هي الأهداب فلاجلة هي الأصوات بتكون في اندباط أنواع الخلايا مثال ذلك حيوانات المنوية عند الذكور كيف شكلها؟ بيكون شكلها هيك بيكون في طلع لها هذا هذا يعتبق صوت تمام؟ شو اللي بيخليه يتحرك فيه بروتينات محركة تخلي هذا الصوت يتحرك كأندي بعض انواع الخلايا بيكون لها السيليا تمام؟ زي شعيرات صغيرة هات تتحرك السيليا شو اللي بيحركها؟ موتور بروتينات محركة طيب عندي بروتينات محركة بروتينات محركة بروتينات بنائية تدخل في البناء زي ايش مثلا؟ اهم اشي نعرفه هذا مهم جدا جدا الكيراتين هذا الكيراتين اللي هو طبعا ما ضيفته هي ويستطيع توفق دعامة لهذا الجزء من الجسم تمام؟ فإذا عند الكيراتين وعبارة بروتينات يدخل في تركيب كثير اشياء زائدية زائدية من اجسام الثديات زي مثلا الشعر سواء عند الإنسان أو عند مثلا زي الماعز مثلا أو أي نوع ثاني من الثديات أو الحيوانات بشكل عام يكون عندها شعر هاي تعتبر عبارة مصنوعة من فروتين اسمه الكيراتين هونز القرون زي مثلا عند الغنم القرون وعند الماعز برضو هاي مصنوعة من كيراتين فيدرز الريش عند الطيور برضو مصنوع من كيراتين بالاضافة للأشياء الثانية زي مثلا الأضافر برضو فيها كيراتين تمام؟ فهي كل هاته اذا يوفر ايش دعامة يوفر دعامة للجسم تمام؟ بيحكي لي هنا بيحكي لي هنا الحشرات والعناكب بيستخدموا خيوط مصنوعة من السلط الحرير عشان يصنعوا إما مثلا الانسكس بيعملوا الشرنة الشرنة القلب اللي بتدخل فيها والعناكب بيستعملوا عشان تعمل ايش ويبز زي شبكات وهذا ايش اللي هو برضو يعتبر أخيرا في عندي اشي اسمه الكولاجين والإلاستين هاي بروتينات موجودة فيه جسمي بتوفر دعامة بتدخل فيه تكوين من احدى انواع الانسجة اسمه النسيج الرابط أو النسيج النسيج الرابط أو الداعم تمام؟ فاذا الكولاجين والإلاستين اذا اهم اشي هون نتذكر هذول الثلاثة كولاجين إلاستين والكيراتين كولاجين والإلاستين نحن نتعرف عليهم بعدين بشكل مفصل اكثر والكيراتين برضو هو كثير مهم هذولا اذا نعرفهم نفهمهم كل هاي الأمثلة افهمها تمام؟ حاول تحفظها لكن في النهاية ده وفي المتأم تأكد في الامتحان إذا بتستثني الأجوبة بتوصل للجواب الصحيح طيب هيك خلصنا يعني أخذنا شوية أمثلة عن وظائف البروتينات تعالوا ندخل أكثر على تركيب البروتينات تذكر شو حكيت لك أهم نقطتين ممنوع تنساهم في كل الموليكيول كانت كانت ايش الرابطة اللي ستكونني هذا الموليكيول وايش هو المونومر تبعه ايش الرابطة وايش المونومر ونفس الشيء ينطبق وين على البروتينات ماذا المونومر تتبعون البروتينات ايش اسمه أماينو أسد تمام؟ هي الأماينو أسد الأحماض الأمينية هي التي تعتبر المونومرات طيب لماذا ندخلونا بس ندخل استركيب الأماينو أسد بالأول قبل ما نكمل الأماينو أسد أماينو أسد يتحدث لك بكل بساطة الأماينو أسد عبارة عن ذرة كربون ذرة الكربون يكون مقتبة معها كاربوكسل جروب يعني كاربوكسل أسد C O O H كاربوكسيلك أسد تمام؟ C O O H يكون مقتبة معها من جهة نعرف ان الكربون أكبر عوابط الجهة الثانية يكون مقتبة معها أماينو جروب N H 3 أماينو جروب يكون في عندي الرابط الثالث فيها هايدوجين والرابط الرابع نسميها R جروب R جروب R جروب أو ما هي تسموها أشيء ثاني ماذا تسموها؟ تسموها سايد تشين السلسلة الجانبية هذا تركيب جميع الأماينو أسد طيب يقول لك الأماينو جروب أو ما يسمى أماينو أسد لأنه يوجد أماينو جروب اسمها أماينو جروب وهي فيها نيتروجين و فيها أسد كاربوكسيلك أسد لكي نسميها أماينو أسد طيب الآن الثلاثة موجودة في كل الأماينو أسد كل هم ذات مايرو جروب مواد ريجز مواد ريجز مواد ريجز مواد ريجز فالفكرة انه هذه الـ R Group أو الـ Side Chain هي التي ترغب الـ Amino Acid على الـ Amino Acid ثاني تمام بينما هذه الأجزاء التي تحت هذه الثلاثة هذه الثلاثة تعتبر نفس التركيب في كل الـ Amino Acid نفس التركيب في كل الـ Amino Acid لذلك هذا الذي تحت كونه هو أساسي وما سيختلف من الـ Amino Acid الـ Amino Acid الثاني هذا يطلق عليه اسم يقوله Back Bone Back Bone تمام مثل كأنه هي العمود الفقري تبع أي Amino Acid موجود في كل Amino Acid هذا الذي يفوق الـ Side Chain هو الذي يفوق الـ Amino Acid عن Amino Acid ثاني طيب السؤال الآن كم Amino Acid أنا في عندي أنا في عندي 20 Amino Acid 20 Amino Acid يكونوني جميع أنواع عدد كبير من البروتينات تمام كيف 20 Amino Acid يكونوني عدد كبير من البروتينات سأقول لك في كل البروتينات يوجد عدد كبير من الـ Amino Acid كما نرى ترتيب الـ Amino Acid المختلفة داخل هذا البروتينات يعطيني بروتينا جديد تمام إذن البروتينات ترتيب من البروتينات الأمر كما هي يمكن أن تحتحت أبلوه من البروتينات من البروتينات فبالوه إذن البروتينات هي السلسلة عديد البروتينات تركيب البوليبيبتايد نفسي يوضع تركيب البروتين فإذا قلقنا إلى عندي التي ترتبت بقلي sod for the polybip tyd لشكل فعال لشكل شغال تمام بقدر يقوم بوظيفة منسميها هون صعي وقت اسمه بروتين تمام فمنقدر نحكي انه البروتين is a functional polypeptide polypeptide شغال قائم بوظيفته ماخذ شكل محدد ثلاثة الابعاد منسميه هذا اذا اسمه بروتين اوكي هذا هو ال polypeptide والبروتين فالان شو هاي خلصنا اذا عرفنا المونامار طب شو البوند الموجوده بين المونومارس بين الاماينو اساس اسمه بيبتايت بوند هاي حفظ لان لاحظ شو بيحكي لك البروتين هو عباه عن biologically functional molecule مركب بيولوجي فعال بيشتغل بيقوم بوظيفته هذا هو البروتين بيتكون اما من بوليبيبتايد واحد تمام ممكن يكون هو نفسه بوليبيبتايد او ممكن يكون اكثر من بوليبيبتايد ارتبطوا مع بعضهم وعملوا البروتين تمام فاذا ما نلخبط بين البروتين و بوليبيبتايد ممكن يكون هو نفس الاشي ولكن البيبيبتايد انا بعبر بس عن سلسلة من الاماينو اساس اسمه و البروتين هو لما يأتي هاي السلسلة تأخذ شكل محدد الشكل اللازم الخاص فيها عشان تقدر تكون قادرة على القيام بوظيفتها المطلوبة منها هذا هو البروتين و البوليبيبتايد نرجع مرة ثانية ننمر على الانزيمات ايش الانزيمات هم البروتين قلنا كل الانزيمات هي البروتين هناك استثناء بعدين ليس مطلوب منها تعملوا كتاليست 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 مسهلات تسهل التفاعلات الكيميائية وبالتالي تسرع من امكانية حدوثها وضيفتها ايش الانزيمات الانزيمات يمكننا التفاعلات الانزيمات بس هون سريع لاحظ هنا الانزيم اجاب هذا المركب اضعه تمام اعمل عليه وطلعه هل الانزيم تأثر بشيء هون او هون لم يتأثر بشيء فالانزيم لا يتم استهلاكه لا يستهلك ووظيفتها يقرب المتفاعلات من بعض او الاشي يشتغل عليهم ويوديهم اوكي فهو لا يستهلك في التفاعل الكيميائي هذا معناه الكلام المكتوب هون انه يمكنهم يقوم بوظيفتهم مرارا وتكرارا تمام وبالتالي يمكنهم بوظائف الخاصة بالخلية طيب الان يجعل امانو اسيتس امانو اسيتس عبارة عن مركبات عضوية فيها امانو غروبس وفيها كاربوكسل غروبس طيب ما الذي يفرق العشرين امانو اسيتس عن بعضها بعضا الذي يفرقها عن بعضها هي السايدتىينز او dir طويلة البلون الكثير مرة الاصفيةモلون نستظر شرعوا ال Tutaj 20 مرة الاصفية تراكمه الطريقة المنزل تم تراكمه الكربان النظم أض onwards supers term يمر الكربان كربان president ست tao فع جميع جميع الثانية نفس كلها تكون نفس الباكبون ولكن البلون هنا مثلا البلون الأصفر لاحظ هنا هايدروجين هنا ميثايل جروب هنا لا أكثر بلش يتغير بلش في عمدي رنجز تمام فإذا هنا بيختلف هذا هنا اختلفت الأمانو أسيدز عن بعضها البعض وبالتالي كل واحد يوم صائله اسم غايسين ألانين فالين ليوسين آيزوليوسين برولين بريبتوفان فين الألانين ميثيونين هذه كلياتها تختلف عن بعضها البعض الآن لاحظ عندي كيف أصنف الأمانو أسيدز كيف أصنف الأمانو أسيدز في البداية إلى پولر وننبولر ماذا يعني بولر وتنبولر؟ يعني قطبية بولر ولنبولر غير قطبية ماذا يعني قطبية غير قطبية؟ يعني هذا المركب إلى أقطاب كيف المغناطيس ليس المغناطيس ليس قطب سالب يقول لك نفس الأشياء إذا كان المركب فيه إلو أقطاب فيه إلو جهة أكثر سلبية من الجهة الثانية بحكي هذا مركب أو هذا مركب فيه عنده إمكانية لن يكون ممكن حتى يكون لديه القدرة أنه يعني أنه يركز الشحن في مكان معين هم نسميه أيضا مركب قطبي ولكن إذا كان ما عنده القدرة أنه يكون إلو يركز الشحن في مكان معين أو يجذب الشحنات لمكان معين هم نسميه مركب غير قطبي طيب كيف أبدأ ميزهم هذا الشريح طيب على الواقع ميف أميزهم بيقول لك أين تلاقي روابط تساهمية تمام هيدرو كاربون أعرف روابط تساهمية مركبات تعتبر مركب غير قطبي في المكان معين هيدرو جين مثال هيدرو كاربون هناك روابط هناك قطبي في الموضوع نسميه مركب غير قطبي سيكون هيدرو فبولر كارهين للماء لأنه دائما كيف أعرف مادة تحب الماء أو تكره الماء إذا قد تكون هيدرو جين بونس روابط هيدرو جينية تمام ثم تستطيع تذوب في الماء تستطيع تذوب في الماء ثم تستطيع تذوب في الماء وتكون هيدرو فليك إذا كانت مركبات غير قطبية ما ستستطيع تكون هيدرو جين بونس مع جزيئات الماء وبالتالي ستكون هيدرو فبك كارهة للماء طيب فإذا هذول المواد الكارهة للماء نيجي على اللون الأخضر اللي باللون الأخضر إذا بنتبه فيه عندي هنا في عندهم هيدروكسل جروب وهي برضو عندها هيدروكسل جروب وهي عندها هيدروكسل جروب شو فيه شغلة ثانية فيه الهاي اللي هي ثيول جروب وتكون أسأج كبيره مع هيدرو جين ويوجد لدي هنا ذرقة النيتروجين شاهدت هذول كل اياتهم هذول ما إنهم موجودين لدي هذول الثلاثة هذول يمكنهم يكونوا هيدرو جين بونس فإذا سيكونوا هيدرو جين بونس يمكنهم يعملوا معزيئات الماء والتي يكونوا هيدرو فيليك فإذا هذول مركبات قطبية تمام تقدر تعمل هيدرو جين بونس وبالتالي يمكن أن تكون تذوب أو محبة للماء ولكن تنتبهوا الـ Polar لديه نوعين إما أن يكون Polar Uncharged يعني لا يوجد شحنة على السايدشين أو يمكن أن يكون Polar Charged يكون Polar قطبي ولكن يوجد شحنة الـ Polar Charged لا يكون شحنة سالبة لا يكون شحنة موجبة الشحنة السالبة نسميه Acidic Amino Acids لماذا Acid؟ Acid معناه Proton Donor يعني بيجيب الـ Hydrogen Plus يتبرع فيه عندما يتبرع فيه إذا كان هو متعادل سيكون خسرنا موجب يصبح سالب فإذا نلاحظ هنا الـ Aspartic Acid والـ Glutamic Acid عليهم شحنة سالبة لأنه كان في عندي Proton وتبرعت فيه فتبرعت في الـ Proton فصار عنده طغط الشحنة السالبة على المركب وصار شحنته سالبة المركبات الأسد ستبرع في الـ Proton نعم؟ اشتغل لك تسميته Acidic Amino Acid من نسبة لـ Basic Amino Acid فأنا لاحظ ما هو الشحنة التي لدي؟ Plus وهنا Plus وهنا Plus Basic Amino Acid ستكون شحنتها موجبة وهي Base أو قاعدة لأنها الـ Proton Acceptor تستقبل الـ Proton فهي استقبلت الـ Proton فتغلت الشحنة الموجبة فصارت شحنة المركب موجبة إذا دعونا نرجع سريعا أنا لدي نوعين من الـ Amino Acids بشكل عام عندي Polar Amino Acids القطبية و Non Polar Amino Acids غير قطبية Non Polar Amino Acids تكون هيدروفوبك تحتوي على مثال غروبس ممكن هيدروجين ممكن رينجز هذه لا تستطيع تكون روابط هيدروجينية مع الماء بالتالي لا تستطيع تدوب في الماء فتعتبر كارهة للماء هيدروفوبك Polar Amino Acids والله نستطيع تسمهم من نوعين إما تشارج وإما تشارج وإما تشارج غير مشحونة تشارج ما سنجد فيها؟ سنجد فيها ونجد فيها ونجد فيها ونجد فيها وهو ونجد فيها نيتروجين حبت الناتروجين تستطيع تكون روابط هيدروجينية فكل هذه تستطيع تكون روابط هيدروجينية مع الماء فتعتبر هيدروفوبك محبة للماء تعتبر بولر ولكنها غير مشحونة بالنسبة للشارج أمانو أسد هي بولر بقسمها إما أسدك التي تكون سالبة الشحنة لأنها بروتون دونر وإما بيسك وهي بروتون أكسبتور مستقبل يعني تستقبل البروتون حسنا يا دكتور ما نحفظ منهم؟ سأقول لك الذي تحفظه بوجهة نظري يجب أن أضعف الإيمان و تكون حافظ أسدك وتكون حافظ البيسك أمانو أسد أضعف الإيمان أسدك هم اثنين أسبارتك أسد يسمونه أسبارتايت وغلوتاميك أسد ويسمونها غلوتاميت فإذاً أسبارتايت وغلوتاميت أو أسبارتك أسد هم أسدك يعني سالبة الشحنة البيسك أمانو أسد برضو هم ثلاثة ليسين أرجينين و هستدين ليسين أرجينين و هستدين بيكونوا موجبة الشحنة يعني بيسك أمانو أسد اللي فوق هذولا نحفظهم بتكو ترجع لدكتوريتكو صراحة أنا ما عرفتها من عندي لكن أنا أتوقع هذولا مهمين ما بصير ننساهم أما الستركتور كلها حفظ أستبعد صراحة طيب خلصنا هيك الامانو أسد الآن ننقل بعض الأجهزة الأجهزة كما او من خلط ما يقارس كما المحاصر هذا ميدات الدخولي لديهم مختلفين يدعون هذا ميدات الدخولي لك. كيف أضرب الرائ kosten؟ الميدات الدخولي معPass نسميها هذه النهاية نسميها N-Terminous اللي هي هايها N-Terminous اللي في عندي Amino Group تمام؟ الآن امشي كونا Peptide Bond مع هذا ال Amino Acid كونا Peptide Bond مع هذا ال Amino Acid خلصت شوف صعيدي بالنهاية هاي النهاية في عندي Carboxyl Group عندي Carboxyl Group فمنسمي هاي النهاية نسميها C-Terminous فبقول لك اي Peptide اي Polybeptide في عنده N-Terminous نهاية ال Amino End تمام؟ وعنده C-Terminous اللي هي ال Carboxyl End أو Carboxylic End لانه كل ال Amino Acid الى نفس ال Backbone تمام؟ ورابطه بتنشأ ما بين ال Backbone مش ما بين ال Side Chains تمام؟ فإن ال Peptide Bond ما بين ال Backbone بلشنا في ال Amino End وانتهي هنا في ال Carboxyl End وبالتالي بيحكي لك دائما ال Polybeptide عنده Linear Sequence of Amino Acids أو ما هي Linear؟ لاحظ Linear قال لك خط ما قال لك شكل لانه اذا قال لك شكل ثلاثة الابعاد انا كنت احكي بروتين لكن ما قال لك Linear خلص يعني انته انا بحكي عن ايش بوليبيبتايت الشكل الثاني اه يونيك يونيك نقطة ثاني انه كل بوليبيبتايت له ترتيب Amino Acids لأنه ترتيب Amino Acids لأنه ترتيبها مميز تمام؟ فهذا اللي بفرقه اخيرا في عندي انا نهايه فيها كاربوكسل وبالتالي نحكي لها C Terminus ونهايه فيها Amino Group نسميها N Terminus اوكي؟ اوكي ايوان عندي فيديو عن البروتين الآن نيجي على تركيب البروتين والوظيفة بيقول لك انه زي ما حكينا The structure is the foundation of function التركيب هو اساس الوظيفة فبيحكي لي هنا الوظائف المحددة المتخصصة لكل البروتين من وين اجى؟ اجى بفعل الشكل الثلاثي الأبعاد التصميم الثلاثي الأبعاد الخاص به لأن كل البروتين اللي له وظيفة معينة لأنه له تركيب فضائي ثلاثي الأبعاد تمام؟ وبالتالي يمكنه ان يقوم بوظيفته المطلوبة منه الآن لاحظ ما يقول لك البروتين قائد على قيام بوظيفته يتكون من إما بوليبيبتايد واحد او مور بوليبيبتايد بريسايس البروتين لاحظ عني البروتين ماذا كانوا؟ كان خبب هذا بوليبيبتايد مكون من مجموعة من الأمينو أسيد المكتبطين بين المياناتهم عن طريق ببتايد بونز هذا البوليبيبتايد المبتايد سأجي أمسكه مثل الحبل سأفتله 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 في بعضه أعطي أكثر من البوليبيبتايد كذلك وأفتله مع بعضهم مثل الحبل كيف نفتل الحبل سأفتله 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 أثني على بعضه سأفتله 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 مثل الزومبرك حتى يعطيني شكل مميز سأفتله 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 قيمة سأفتله قيمة سأفتله مجموعة سأفتله مجموعة سأفتله انا سأقول لك كيف أقسم البروتين هذا نسوني منه تمام؟ حسنا الآن ما سيحدد شكل ثلاثة الأبعاد يعني الشكل ثلاثة الأبعاد للبروتين وهو ترتيب الأمانو أسات C هذه هي جملة عامة لا تنسوني منها انا سأخبطنا لأقرار فنسوني منها قليلا حسنا؟ هذه أنسونيها أول جملة هذا هو ماذا قلت لك؟ فاوند 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 تمام؟ تمام؟ إذا تركيب بناء البروتين هو الذي سيحدد الوظيفة التي سيقوم فيها تمام؟ كيف يعني وظيفة البروتين على ماذا تعتمد؟ تعتمد على قدر هذا البروتين على أن يتعرف ويرتبط نسب مع موليكيل أخرى وظيفة البروتين تعتمد علي قدرة هذا البروتين على أنه يتعرف على مركب آخر ويرتبط به هذا بالشكل عام للفهم وليس للحفظ فالمان عندي أنتي برات كل خخص برات tu يقول لنا شو؟ جسم مضاد يعني رايح يطبط باشي هوا بيقول لك هذا عبارة عن البروتين جزء من الانفلو فيروس اللي هو الانفلونزا فيه له بروتين تمام؟ طالع منه فهذا الانتبادي اجا لاحظ كيف تركيب الانتبادي اول الشيء راح تكف مكوه من اكثر من بوليبيبتايد بشكل بطقيقة معينة لاحظ كيف شكل البوليبيبتايد تقريبا مكمل لشكل هذا البروتين تباع الفلو فيروس فإذا كان اول شيء يتعرف عليه وشكله مكمل نوعا ما لشكل هذا البروتين فهنا راح يقدر يصير في مجال نشير في بناتهم ارتباط وبالتالي البروتين يقدر يقوم بوظيفته فهنا لاحظ كيف شكل البروتين تعرف البروتين تعرف الانتبادي على هذا البروتين وقدرته تركيبه اللي يمكنه انه يرتبط فيه هذا الانتبادي يقدر يقوم بوظيفته وانه يحمي الجسم تمام؟ يرتبط فيه هذا البروتين ويحمي الجسم من هذا الفلو فيروس طيب كل هذا الحكي اللي فوق شايف هذا كل ياته يفهم فهما ولا يحفظ كل هذا يفهم ولا يحفظ ممكن هذا يحفظ ربنا الله يعني أو حتى مش حفظ كله فهم ركز لان هذا اللي جاي هسا ركز معي لانه هذا الاغلب يطلب الصعبه ركز معي انا قلت لك في اندي البوليبيبتايد عبارة عن لينيا صح؟ كيف بده اخذ بوليبيبتايد وأحوله البروتين عندما بده اخذ بوليبيبتايد او مجموعة الامينو أسدس وتحولهم البروتين بده امر بأربع مستويات من التنظيم من الترتيب من العمليات اللي سأسويها على هذه الامينو أسدس حتى فينها يعطيني البروتين لدي أربع مستويات تنظيمية بدنا نعرفهم اعرف كل مستوى اعرف كل مستوى ايش هي عن ماذا يعبر لما اقول لك شو يعني المستوى الاول شو هو البروتين بدك تجاوبني ايش هو البروتين وبدك تجاوبني الروابط اللي كونت لي هذا البروتين بسم الله قلت لك انا في عندي اربع مستويات تنظيمية او اربع اشكال للبروتين اربع مستويات حتى يعطين البروتين في النهاية اول مستوى اسمه الشكل الابتدائي الشكل الابتدائي للبروتين هو عبارة عن ترتيب الامينو أسدس جو البروتين ترتيب أبروتين ترتيب المميز للامينو أسدس لاحظ هون هاي هون عندي انا بروتين هذا هو بلبيبتايد البولبيبتايد 위해서 لدي Air glesein, Proliine, Threonine, Glycine, Threonine, Glutamate, Serine تأتي Ultimately ترتيب عن بيه فريق مظفقة هو كittle يوجد مستقيم after a century تنبغ عن أمانو أسيد بمظيفقة أمانو أسيد هذا يسمى primary structure فإذا primary structure is the sequence of amino acids بس احفظ sequence of amino acids ترتيب amino acids داخل البروتين يسمى primary structure يقول لك primary structure يشبه ترتيب الأحرف في كلمة طويلة عندك كلمة طويلة ترتيب الأحرف فيها لماذا هذا الحرف أجل في البداية؟ هذا الحرف يأتي بالأول بعدين هذا هذا هو primary structure بالنسبة للبروتين طبعا ما الذي يحدد ترتيب الـ amino acids داخل البروتين الذي يحدده هي الـ Inherited Genetic Information المادة الوراثية المادة التي تم وراثتها من الاباء هي التي ستحدد ترتيب الـ amino acids داخل البروتين ترتيب الـ amino acids هذه هي primary structure تمام؟ تمام نحن على secondary structure ترتيب الـ secondary structure هل ترتيب الـ primary structure؟ نعم أجلت لك الـ amino acids من ماذا تتكون؟ تتكون من الـ carbon الـ carboxyl group الـ amino group الـ hydrogen وفوق الـ side chain ما نسميها الـ backbone الـ secondary structure وعندما أجلب كل الـ amino acids من المملكة الـ amino acids من المملكة الـ amino acids من المملكة الـ amino acids الـ hydrogen bonds ما بين مين؟ ما بين الـ back bonds الـ polybibtyde الـ backbone حفظ لي الـ hydrogen bonds وحفظ لي الـ backbone تمام؟ إذاً، روابط الـ hydrogen ما بين الـ backbone يعطيني secondary structure الشكل الثانوي لتبع الـ protein طيب، السؤال القوي عندما أعمل غابط الـ hydrogen بين الـ back bonds ما هو الشكل اللي سأحطيني أقول لك هم شكلين لا نحفظهم هم شكلين يريدون أن يطلعوا معي يعني أن يطلعوا من الشكل Helical Zumbarach Halazony منسمي هذا Alpha Helix Helix Helical Halazony Coiled تمام؟ هذا الشكل منسمي Alpha Helix هذا أول شكل الشكل الثاني أنه لا أجيب أنا شايف هذولا الـ polybibtyde تمام؟ الـ polybibtyde بأجي بيكون ماشي زي هيك طبعا بيكون ماشي هيك بعدين بنزل هيك بعدين بنزل هيك بسيك في عبط غير وجينية هون 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 بيصير هذا بيعملك إيش؟ بيصير زيك كأنه Folded بيصير إيش؟ زي كيف تعرفوا المروحة اللي كنا نعملها وإحنا صغار نجيب ورقة نعملها هيك بعدين هيك بعدين هيك هاي بالضبط نفس الشي هون بسموها beta pleated sheath طبقات لدي كان طبقات مثنية على بعضها البعض هاي اسمها beta pleated sheath تعمم؟ شبكة شبكة مطوية على بعضها البعض فإذا هذين هم الشكلين سيطلعون عندي فلوف الامتحان أجغل لك alpha helix and beta sheets are examples of which structure protein structure بتجاوبي secondary structure طيب إذا مرة ثانية شونا نعرف عن secondary واحد ما رأي على الارواب التنشا ما بين مين؟ ما بين الباك بونز لاحظ هون هاي ها نقاط هاي النقاط اللي هي هي ما بين الباك بونز تمام؟ وشو الشكل اللي راح يطلعني شكلين يا إما alpha helix alpha helix يا إما beta sheets يا إما beta sheets alpha helix زي الزنباك خلزوني beta sheets زي كأنه عبارة عن شبكة مطوية على بعضها البعض حسنا؟ 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 المستوى الثالث territory structure territory structure territory structure عبارة عن مجموعة من البونز حسنا نعرفها بين مين؟ بين مين تنشأ هذه البونز؟ ما بين side chains ما بين all groups تمام؟ إذا territory structure الرابط 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 اللي ستنشأ حسنا نعرفها ما بين مين؟ ما بين side chains وليس ما بين back bonds هذه اسألة المتحان ما بين which protein structure results from the bonds between side chains تجربة territory ما بين back bonds secondary حسنا؟ ما بين الخاصة المتحان المتحان نعرف أول نفس المتحان المتحان ممكن المتحان ما بين المتحان 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 هذه هي واحدة الثانية ممكن يكون عندني اثنين يكون basic amino acid صالب مع موجب رابطة ايوني ايوني ما بين ما بين وما بين الان شحون المتحان سالب مع موجب بالجدد تجاذبه. ولكن هنا نلاحظ هاروجين بونز؟ لا. هاروجين بونز ما بين ايش؟ بولر امانو أسد بس مش 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 تشارج. طيب. في عندي واحد من الامانو أسد اللي هو السيستين كان في عنده ايش؟ كان في عنده ثيولي جروب اللي بتتذكره. كان السه. شو اللي بيصير؟ اما يكون في عندي سيستين و بعدين بعيد عنه مسافة معينة مسافة كويسة سيستين ثاني بيجي الهاروجين بيروح الهادوجين اللي كان هنا والهادوجين اللي كان هنا هذين بيروحوا، وبتنشأ رابطة قوية ما بين ضратن الكبريت فإذا كانهم بالأساس من بعدين اجو راح الهادوجين من هون و راح لهادوجين من هون ونشأت رابطة قوية ما بين الدرفان الكبريت مسمى هيا الرابطة. او شي رابطة قوية قوية. نكنسخ discourse قوية مسميها برج. جسر كأنه كيف تسمى جسر سور الفوق الأنهار كيف قوية فهذه رابط الكسوم هي قوية ونسميها Bridge طيب، هذه رابط تتكون من بين ما بين Sulfur و Sulfur فمنسميها Dysulfide Bridge وهي من أقوى روابط ومن أكثر روابط التي تثبت التيرتوري فسألني في الامتحان What is the strongest bond that maintains the territory structure أقوى رابطة تثبت التيرتوري وهي Dysulfide Bridge وذكر برج جسر أقوى شيء ثابت ليس مثل البونز الثاني آخر رابطة عندي شيء اسمه Hydrophobic Interactions هؤلاء 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 مثنا هؤلاء 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 هذه الخبخة some those These والآيونات والبولار والبولاريتي يتخبوا مع بعض أشياء هاي يسميها هيدروفوبك إنتراءكشن روابط بين الهيدروفوبك أمانو السيد اللي بتكره الماء يتأتي بتنزوي لحاله إليها اسم ثاني يسموه فاندر والدس إنتراءكشن نعرفها فإذا هيدروفوبك إنتراءكشن أو فاندر والدس إنتراءكشن هذان الأروبط هم اللي بيكونوني التيرتشري لما يكونوا التيرتشري خلاص وهذا أحد هو الى الشكل الأبعاد لكن البيوتى لقد فصلت الواحد أضغط على الواحد الصفدة الصفدة فعني اليichte بروتين اوبول polibibilty في Lilyق стоит مع بولبيبتايد الثاني في vectors وعندما ارتبطوا مع احدان exatamente على رواไมτ فfordi اتص射للط هي بها قواتير نقISHA حول البروتين فشيء الهدف من الاول ايضا هو ما يتعمق ماكي يقول لك والله هذا البروتين تيرتري لا لا بس أعرف تيرتري ها هي الرابط سوف نرجع نرجعها كواتيرنر اللي بعدها سوف نرى هي نفس التيرتري بس جبت اكثر من بولبيبتاد وربطتهم مع بعض تمام ها هي فإذا خلونا نرجع سريعا قلنا تيرتري استركتري الرابط ما بين مين تنشأ ما بين السايد تشينز تمام شو هي ها هي الرابط اللي ستنشأ ستنشأ عندي واحد ايتها ها هي الرابط اللي فوق و لكن هنا بين السايد تشينز انتشأ عندي ايونيك بونس ايونيك بونس خلص ما بين شحن يعني فلن كأيونيك بونس تنشأ بين ال شعرج أمينو أسيدز تمام لا تنحفظها أكثر ايونيك بونس يعني شحن سالبة موجبة زي المغناطيس تمام ها هي الرابط اللي سنعرفها المغناطيس تمام بين أكسجين و هادورجين مثلا الهاردوفوبكهان للهدروفوبيك أمانو أسيد تتخبّل حالا هيك أو هي نفس الفاندر والس تمام؟ هذو الأربع سيكونوني التيرتيري ستركتشور جيب لي أكثر من بوليبيبتاد وربطهم مع بعض ثنين ثلاثة أربعة هكذا قصة كل قصة البروتين ستركتشور خلونا نرجع فوق بس نتأكد أن كله حكينا صح هاي ستركتشور عبارة عن ترتيب الأمانو أسيد تركتشور عبارة عن موجودة في أغلب البورتينات تتكوى من كويلز ما يعني كويلز؟ زومبرك ما هي ألفا هيلكس الفولز يعني مصفت ما هي البايتا موضوع من البروتين ما قلنا الرابط هنا؟ مما بين البروتين تيرتيري ستركتشور من خلال البروتين ما هي الروابط؟ إما البروتين إما فاندر والس إنترأكشن تمام؟ هاة البروتين ايونيك بونت وفاندر والس إنترأكشن ودايسالفايد برج نرى نهاية طيب كواتيرنري هي عبارة عن اكثر من بلبيبتايد اكثر من بلبيبتايد واحد صار اسمي كواتيرنري اوكي؟ هون بس حكينا كل شيء حديثا المبيبتاهم تقريبين هى كووالنت هاة الوحيدة الوحيدة الكووالنت كل المواطنقة الوحيدة الكووالنت الوحيدة الكووالنت هي المنزل البروتين هي أهم واحدة هذه نلاحظ عندك العناكب تكون شباك ما كان البروتين الذي يكون شباك العناكب؟ كان من السلك من الحرير صح؟ هذا طبعاً يعتبر بشكل البروتين قواتريني قواتريني وين 2 أو 4 بوليبيبتايد يكونوني 1 ماكرو مولكيول أشهر مثال عندي الكولاجين الكولاجين لاحظت عن عندي عبارة عن ملتبل بوليبيبتايد واحد اثنين ثلاث عملين هيلكس كويلد لفتلوا عبارد مثل الحبل هذا أعطاني الكولاجين في الكولاجين يعتبر في أي قواتريني كواتريني لأنه في أكثر من بوليبيبتايد واحد تمام؟ فالكولاجين فبروس يعني فابر خيطي يعتبر من 3 بوليبيبتايد كويلد مثل الحبل مثل الحبل الهيموغلوبين كما نرى هموغلوبين هو غلبيل غلبيل كروي غلبيل يتكون من 4 بوليبيبتايد 4 بوليبيبتايد 2 ألفا 2 بيتا تكون هذه الرسم له الهيموغلوبين هي ألفا سب يونيت يعني قطة هذه قطعة ألفا وهذه قطعة بيتا وهذه قطعة ألفا وهذه قطعة بيتا تمام؟ ولاحظوا أن بناتهم هناك مادة اسمها الهيمو في عندي هذه ضرّة حديد ضرّة حديد وبالتالي كل يشتراني الحديد يصحرطين أكسجين فالهيموغلوبين يقدر يحمل أربع ذرات أكسجين آخر إشي عندي هنا في هذه المحاضرة تطبيق وأعرف دائما أنا ليش بدوس هذا الألم كله؟ عشان أستعمله عشان أطبقه ليكون التطبيق عملي أنا مش جاي بس أبصمه وأروح ليش أنا جاي أدوس؟ أنا جاي عشان أطبق هذا الألم فدائما في أي مادة بتأخذها ركز على تطبيقات العملية ركز على تطبيقات العملية عجاء طيب مثال تطبيق بسيط وهو مرض يعني منجل يعني مرض وهو فقر الدم المنجلي أو الأنيميا المنجرية ما الذي يحدث هذا؟ يقول لك تغيير بسيط في البرائماري سيغير لشكل الخلية كاملة هل سأرى أقول لك هون تغيير بسيط تغيير بسيط في البرائماري سيغير بسيط في البرائماري سيغير الابتدائي تركيب الامينو أسد أول واحد سيغير تركيب البروتين كاملا وبعد ذلك سيغير الوظيفة كاملا هذا مرض فقط الدم المنجلي وهو مرض دم وراثي ينتقل بالوراثة يحدث مرض أماينو أسد واحد من المنمر واحد استبدالنا بأماينو أسد آخر يعني لاحظ هنا هذه المنجلي موجودة الرقم ستة المنمر الرقم ستة المفروض يكون غلوتاميت المفروض يكون غلوتاميت في سلسلة هيموغلوبية المفروض يكون غلوتاميت لسبب أول آخر لطفرة معينة هذا غلوتاميت بطل موجود أجرداله محله بالين أماينو أسد الثاني اسمه بالين فهنا نصح في استبدال من غلوتاميت على بالين بالنسبة للغلوتاميت 2 بيتا و 2 ألفا وبعدين هذا الهيموغلوبين سيتكون طبيعي بعيد عن بعضه كل بروتين بعيد عن بعضه ليس متبطين مع بعضهم البعض كل واحد يوم حامل الأكسجين الخاصي خليت الدم الحمراء اللي ستتكون منهم اللي بتكون تحتوي على هذه البروتينات ما شاء الله عليها أمورها طيبة شكلها قصي زي ما احنا عارفينه الآن هنا لما استبدلنا الجلوتاميت بذالين بأمانو أسد ثاني سيتكون عندي بيتا سبيونيت شكلها غريب هون كانت كروية هون صار في عندي زي فتحة هون تمام لما يجي يتكون عندي الهيموغلوبين من أربعة سبيونيتس رح يطلع شكله برضو في مشكلة في عندي هون اذا بتلاحظ الشكل هون بيختلف عن هذا الشكل فهون شو رح يؤدي هاي الاختلاف في الشكل في تركيب هاي السبيونيتس رح يؤدي انه هاي الهيموغلوبين اللي كانوا مفصولين عن بعض بيحمل الأكسجين بكل بساطة رح يتجمعوا ويترسبوا فوق بعضهم البعض لما يترسبوا فوق بعضهم البعض قدرتهم قدرتهم على حمل الأكسجين ستقل ما سيقدر كل بروتين من الهيموغلوبين ما سيقدر يحمل أربعة أكسجين سيكون أقل لما يجي يتكون هاي كهذا يعني يتجمع ويترسب على بعض البعض رح يخلي الخلية الدم الحمراء تنتقل من هذا الشكل إلى هذا الشكل اللي هو الشكل المنجلي بيشبه إيش المنجل بيستعمله في الزراعة ومن هون أجا اسم الخلية المرض فقر الدم المنجلي أو الأنيمية المنجلية لأن خلايا الدم لا تستطيع تحمل أكسجين بشكل كافي وبالتالي يعمل أنيمية أو فقر الدم ويصير شكل خلايا الدم الحمراء في بعض الأحيان يتحول لشكل منجل ويستطيع تشوفها لما تأخذ عين الدم تشوفها تحت المايكروسكوب يكون هايك الشكل هذا هو فقر الدم المنجلي والميض بيكون بعاني من أعراض يعني بعاني من مشاكل كبيرة يعني علاج وتدخل وهيك كل هاي المصيبة بسبب مش مشكلة مش يعني فرق بأماينو أسد لا حتى هو يعني مش فرق عفوان يعني مش بفرق مثلا ببوليبيبتايب لا أماينو أسد واحد مونمر واحد هو اللي تغيى وعمل لي كل هاي المشاكل أوكي فأيذن أي اختلاف بسيط قد يؤدي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة على مستوى الكائن الحي كاملة أوكي هذا كان تطبيق عملي للبروتيين بس خلونا نمر أخيرا نمر عليها سريعا قلنا إنهارة البروتيين مشكلة براثية بتصير بسبب أماينو أسد واحد صاروا سبستيتيوشن صاروا استبدال في الهيموغلوبين وهذا الأبنوع من الهيموغلوبين الغير طبيعي رح يؤدي إلى إنه غير البروتيين تجمع على بعض هالبعض وتكون وبالتالي بعدين تتحول لشكل منجري تتحول الخلايا الدم الحمراء لشكل منجري اوكي وهيك بنكون انتهينا من البروتيين خلصنا من أكثر واحد رح يغلبنا اوكي ارجع ركز لمعلوماتك تمام وبس خلص المحاضرة مر مرورا سريعا حاول اتراجع كل شيء وتثبت تثبت الحفظك وبإذن الله كل ياته بيكون واضح تشت حالنا منودوسك كويس يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم